موسيقى 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 ورائعة بس شابتها مجموعة من التجاوزات والمخالفات القانونية وفي ناس تلت قالت لا المجلس ده باطل وحصل فيه فساد وتزوير وتسويد وتلوين وحصل عاجات كتير جدا وهذا المجلس لا يصلح ويجب ان تعدل انتخابات فيه اصوات سمعينها بتقول كده وفيه اصوات قالت هذا هو مجلس الحزب الواحد وفيه اصوات قالت هذا المجلس هو مجلس البرلمان بلا معرضة اي انه بلا رأي اخر هناك رأي ولا يوجد الرأي الاخر اشياء كثيرة جدا 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 بس الاستمع النهاردة لخطاب الرئيس مبارك يكتشف انه استطاع ان يحتوي كل هذه الاصوات وكل هذه الاتجاهات وهذه التقييمات للعملية الانتخابية وللي افرزته من برلمانيين ونواب من خلال تكليفات ما بين سطور الخطاب اللي قاله الرئيس مبارك يبدو ان هو بيقول لهم انتم سمعتوا الكلام ده كله واحنا سمعنا الكلام ده كله عليكم ان تثبتوا انه صح او غلط عليكم ان تثبتوا انكم برلمان فاعل قادر على ابداء الرأي وابداء الرأي الاخر وافراز المعارضة الداخلية من داخله مش من خارجه بالاضافة الى استحقاق البعد الاجتماعي وده واحد من اهم المحاور اللي ركز عليها الرئيس مبارك سواء صراحة في الكلمة او بطريقة غير مباشرة البعد الاجتماعي الحياة الاجتماعية للمواطنين وده اتأتى من قانون التأمين الصحي وقانون وظيفة العامة واشياء كثيرة جدا محورها ودائرتها بتدور حوارين كده ان الحاجات اللي احنا شفناها الفترة اللي فاتت ان الناس ما بتقبطش الناس لواتبها ودخلها قليل الناس ما بتتعليقش كويس الموظفين محتاج حياتهم تبقى افضل الناس اللي بتنامع الرصيف وبتعتصم قدام البرلمان عشان بتطالب به يا اما تقنين او ضحة يا اما زيادة اجورها يا اما اصلاح ظروفها المعيشية الكلام ده لا يجب ان يتكرر ويجب ان نعالجه قبل ان يبدأ اللي هي الوقاية خير من العلاج هذا هو فحوى ما قاله الرئيس مبارك في مسألة الاستحقاق الاجتماعي للمواطنين بالاضافة لبعد السياسي وبعد اقتصادي كمان حننقشه في حينه دي فقرة رئيسية في نهاية البرنامج عنوان هذه الفقرة لو سمحتولي انا سمتها كده الرئيس قال النهاردة بالبلد كده حقا استضيف مجموعة من الضيوف الافاضل اللي يعني يستطيعوا ان يقرؤوا ما بين السطور ويضعوا العلامات مع بعضها علشان اسألهم هذا السؤال هو الرئيس قال للنواب وقال لنا كمان ايه النهاردة فيه الجلسة الافتتاحية المشتركة لمجلسي الشعب والشور هذا حواري الاخير قبله حستضيف الدكتور احمد شوقي العقباوي استاذ الطب النفسي الشهير وانا عندي له سؤال واحد اتفقت الحقيقة مع زميلي عمر الخياط رئيس تحليل برنامج مبارح واحنا بنزبط الحلقة وقلت له ارجو ان احنا نستضيف احد كبار علماء النفس عشان نسأله هذا السؤال خليني قال بالسؤال عشان يبقى محترم حنسأل اين ذهب الحياء الحياء بالهمزة اللي هو يبع عندنا دم يبع عندنا كسوف اللي هو بعيد عندنا الخشة اللي هو الناس يبع عندها خشة هو الخشة راح فين اين ذهب الحياء في المجتمع المصري او بالبلد بقى اللي انا قلت له العمر قلت له انا عايز اعرف ايه سبب قلة الحياة اللي احنا شايفينها في المجتمع ايه سبب قلة الحياة في تصرفاتنا مع بعضنا ايه سبب قلة الحياة في الافلام اللي بنشوفها ايه قلت الحياة في الاغاني اللي بنسمحها ايه قلت الحياة في حاجة تانية بس اخليها عشان افاجئ بيها ضيفي الكريم الدكتور احمد شاوي العقباوي لانه الحاجة اللي هو وحيدة اللي ما فيهاش حياة هو العلم لا حياة في العلم طالما بنتعلم بس لا حياة لا في حياة في المجتمع وفي حياة في الدين الناس اللي بتقول لها حياة في الدين كل علماء الدين قالك مفيش حاجة اسمها كده كل الشيخ دل افاضل قالك الدين قائم على الحياة حياء المرأة وحياء الرجل والحياء من ربنا والخشية من ربنا والحياء من الآخر كل حاجة في الدنيا فيها حياء والمسلم حي حي مش يعني حي يعني عايش حي يعني عنده خشة سواء من ربنا أو من دينه أو من الحرام أو من تعديه على حريات وذوقيات الآخرين فأنا هسألوا النهاردة ليه إلة الحياة اللي عندنا في المجتمع المصري ليه زادت وتفشت في الأونة الأخيرة وقبل ذلك وذك حنبارك ليه المهندس حسين مسعود رئيس الشركة القابضة لمصر الطيران اللي حيشرفنا في فقرة حوارية أيضا هي الأولى بعد المقدمة الإخبارية مباشرة مصر طيران النهاردة أضاف الطائراتين من تراز بوينج العملاقة والضخمة إلى الأسطول ليصبح أسطول الطائرات المصري لأول مرة يصبح العدد 73 طيارة بزيادة 10 طائرات عن سنة 2009 والعشر طائرات الجديدة دي معظمهم من تراز البوينج اللي هو الأفخم والأضخم والأكبر والأشهر على مستوى العالم مصر طيران بتحقق إنجازات والحقيقة زي ما أنا بقول دايما قطاع الطيران المدني بقيادة فريق شفيق والمهندس مسعود وكل من معهم في وزارة الطيران المدني الحقيقة من الوزارات ومن المجالات اللي قل ما يحدث عليها خلاف سواء من المعارضة أو من المؤيدين كل الناس بتقول لا يمكن أن ينكر منصف الإنجازات التي تحدث في قطاع الطيران سواء في الأسطول سواء في مستوى الضيافة لتحسن سواء في مستوى الخدمة والأكل اللي بناكلوا على الطيرات سواء في مستوى البنية الأساسية للمطارات اللي احنا منشوفها حوالين محافظات الجمهورية دلوقتي شيء رائع وبقينا ما بنبقاش نحسد دلوقتي مطار دبي ولا مطار فرانكفورت لأن عندنا مطار صالة 3 ومطار شرم الشيخ ومطار الغرداء مطارات في منتهى الروعة والحداثة فما بيناش نحسد الآخرين على ما ليس فيه أيدينا بس كمان حننكوش مع المهندس الحسين كده على شوات حاجات الحلو ما يكملش يعني لازم يبقى فيه شوات حاجات وإحنا دايما نسعى إلى الكمال والكمال لله وحده بعد الفاصل مصر حصل فيه النهاردة وطبعا مش ناسي تحية جمهورية مصر العربية ترجمة نانسي قنقر